نكمل مع بعض الجزء الخامس من المحاضرات ووصلنا لمفهوم مهم جدا اسمه Python Constructor ايه هو معنى كلمة هو عبارة عن مثود عادية جدا ولكن نسميها Special type of method يعني نوع معين من المثل بص يوظفته يعمل حاجة اسمه يعني مش فاهمين بص كده بص المثال ده ماذا اقول له وبين انقواس كده قلت مالها دي عم اخدناها قبل كده تمام دي بعملها ليه عشان احط وحط اللي هو النام والآي دي حلو واجه بقى اعمل ايه ها ليه الحاجات دي بقى بيساوي الآي دي والسلف بيساوي النام وهو الجزء ده ده كده اسمه ايه اسمه وصلت اعملنا في ايه اعملنا في اعملنا في انشيالزاشن ها لي الممبرز خلاص بتاعت ايه بتاعت ايه الممبرز دي اهي اهي خلاص الاتريبيوتس اللي جوه ال id وال name عملناها جوه فين جوه هذا الايه ال constructer بص يبقى constructer يا جماعة هو special type of method ها use to a initialize the instance members of a of the class في اللوقات التانية زي السي بلاس بلاس والجافا واللحاجات دي ال constructer لازم ياخد نفس الاسم بتاع ال class يعني ايه عملت لنا هنا كده class اسمه employee لازم اعمل constructer اسمه ايه employee لا هنا لا خلاص هنا function عادية جدا وكمان بيعني عشان اسبتها بدي بدي لها الاسم الايه المتعرف عليه اللي هو ده يا جماعة خلاص ده عشان ايه اسبتها معي وتبقى هي constructer اللي شغال معي ايه هطول فيه البرنامج اوكي طائع constructer يا جماعة اه بيقولك ايه بيستخدم ان انا كري ال object وعدقول لي ايه علاقة بقى ال class بال object لا بص لاكز معي فاكري هنا لما احنا عملنا class اسمه person ها وحطينا جواه function وجينا هنا خدنا object منه اللي هو ال b1 بيسوي person دي معناها ايه معناها ال b1 ده instance من ال class اللي اسمه ايه person صح طيب لما حطينا برامتر اللي هو جابهم منين ها مين يقول جابهم منين من person لا جابهم من constructor اللي هو ده يبقى اذا ال constructor بيساهم في بناء الايه في بناء ال object اوكي يا جماعة بيحط ال attributes بتاعتهم بيحط elements اللي هي وغيرها وغيرها كي يا جماعة طيب ايه كده فهمنا مفهوم ال constructors حلو قوي طيب ال constructors can be of two types ممكن تبقى نوعين خلاص ممكن تبقى نوعين حاجة اسمها parameterized constructor و non parameterized constructor يعني يعني ممكن يكون كده في parameters فين يعني parameters arguments اللي هي دي بص اللي هي بين الاقواص دي واحد يقول لي اوه انت فعلا من المرة اللي فاتت السلفية بتحط اساسي فين هنا ال parameters ال name و ده كده اسم parameterized يعني مع parameters واحد يقول لي طب طب هو فين بقى ال constructors unparameterized حاجة زي كده اقول له دف ماشي function عادية برضو خلاص او انت برضو ما فيش مشكلة وبين قوسين كده سلف واحد يقول لي ما فيه parameter لا السلف لا يحتسب parameter اللي بعده اوه يعني سواء ال name او ال id او ده اسمه parameter كيا يا جماعة يبقى اذا ال constructors عندي two types واحد ببرامترز والتاني من غير ايه برامترز خباج من الجادي بقى ال constructors او ال constructors is executed when we create the object of this class يبقى تعريف ال constructors او ال constructors بيبدأ يتنفذ لما احنا بنكارية object من ال class خلاص واحد يقول لي مش فاقي حاضر دلوقتي انا لما قلت له class employee حلو وعملت cross structure كده جد هنا قلت m1 بيساوي كده ادي ايه ادي object من class employee ودي ادي ايه object ثاني واحد يقول لي ايه ده هو انا ينفع اخد مليون object من ايه من نفس class براحتك تمام طيب انا هنا ما ايه المكارية objects من هذا بص كل مكارية object هذا بيتنفس واحد يقول ليه طب اقدر مكارية ولا ولا اي حاجة ليه محصلي انا حطيته في الماموري وحطيت له برامتر وانا هنا ما كريتش objects يبقى ايه الفادي بتاعته ايه فاديته خلاص يبقى ايذن the constructor definition is executed when we create the object of this class خلاص تمام حلو هنا بقى انا زي بكارية constructor in python انا كريتنا قبل كده من خلال بناخد بالنا خلاص المثود يا جماعة اللي هي اسمها underscore 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 simulate the constructor of the class هي دي عم بتمثل بتحاكي ال constructor بتاع الخلاص خلاص المثود دي اللي هي انت دي is called when the class is instantiated يعني ايه يعني اما باخد نسخة من ال class اللي هي object مرحة صح يعني المثود دي بتتنادى بتتكاريت خلاص بتكسكيوتد دي كلها معاني في نفس الايه السياق accept the self keyword اتفقنا ان بتحط فيها كده كده برامتر اسمه ايه خلاص as first year argument which allows accessing the attributes or method ايه ده ايه ايه لازمتو قلناها قبل كده عشان على بتاعت ايه ال class واحد يقول لي ايه الاتريبيوتس دي اهي بايس اهي ال name وال id ما جاعد على ال name اقوله ايه self dot id ما جاعد على ال id اقوله ايه self id ما جاعد على ال id وال name self dot name ايه بيساوي ال name دي ايه بقى access على الاتريبيوتس داتة مين بتاعت ال class تمام تمام we can pass any number of arguments at the time of creating the class object بمعنى ستة كدماتيكي ها اه دي كده ايه الميثود او الكنسراكتر اللي هو وعايز تحط فيه اي arguments اللي انت عايز براحتك حط اول واحد بس وبعد كده زود زي ما انت ايه زي ما انت عايز اه دي يا جماعة المثال بتاعنا هم ملخص كل الكلام اللي فات هنا عملت ايه هنا عملت class اسمه فين ده اهو class وحطيت خلاص يبقى كده كاريت ايه class اسمه حلو جيت بقى عملت constructor اللي هو ده خلاص اهو يا جماعة ماشي قلت له ايه المخطط خين سوري ايه self ها وال name و هنا كان برامتر ثلاثة دول اتنين بس خلاص self ما بيتعدش طيب عايز بقى اعرف ايه الاتوبيوس بتاعت class ها self dot id بيساوي id self dot 2 بيساوي 9 واحد يقول ليه هونا ما ينفعش اقول self id بيساوي 5 self dot 2 بيساوي احمد ينفع وزي الفل ومش اقول حاجة بس خلي بقى كل ال id بقى اللي هتقاله في حياتك هيبقى خمسة وكل ال name اللي هتقاله في حياتك اسمه عمد لكن ما اقول له id و name يبقى اوبن اتس اوبن خلاص احط القيمة الى ايه اللي نعايز حلو اقول عملت function تانية true def disability خلاص وسين self اتفقنا بقى على طول اوتوماتيك تحط self ماشي print self dot id و self dot name هي كل الغرض منها ان هي بتطبع ال id وال a وال name ماشي عم يلا بقى كارية الاول object amp one بيساوي افتح اقواس فوق خات كامبرامتر اتنين يبقى سيادتك تحط اتنين او عتنسى john و 101 ام بي تو اه اه الى object او المشكلة بيساوي 100 يبقى الوقتة كارية ايه two objects من اللي اسمه حلو وحطت فيهم the data حلو عايز بقى هم هيكسف دي بقى انا اقلب لك لحد الوقتي لحد هنا البرنامج لو انطورا مش يطلع لك اي حاجة مش يطلع لك اي حاجة. خلاص كله في الميموري. يعني بيحجز في الميموري. بيحط في الميموري. بيحط في الميموري. بيحط في الميموري. من الميموري. خلاص. تعال بقى عايزين بقى نستخدم الاوبشيكتز اللي حنتعبنا فيهم. ها وكاريتناهم. اقول له. هتقول لي ايه ده ايه ده. هو انت خدت الفنكشن اللي جوه. اللي فوق. ها. وحطتها مع ايه المشكلة يا عم. مش احنا اقول له زمان. ها. يالكلاس ده. كل حاجة جواه. بتتنقل اوتوماتيك ليه. هم? الابشيكت اللي كاريت منه. طيب ايه جديد في كده. يبقى عادي جدا اقول له. يبقى اللي جوه اللي جوه. اتنقلت بالتابعية. هيعمل ايه بقى? هيعرض. ها. ايه. الانفورميشن بتاعت ايه? ايه. طيب. هاي عرض. ها. الانفورميشن بتاعت ايه? ايه. ايه. ران يا عم? يلا عم. اهو. جاب اول الانفورميشن بتاعت ايه. اللي هي واحد وايه? واجون. الاي دي والايه? والنيم. حلو? طيب والتانية مية واثنين ايه? وديفت. كلام جميل جدا جدا. وفهمنا منهم يعني ايه ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه وازاي كاريتنا ايه? كل حاجة. وايه. قد دلوقتي الدنيا ظريفة وتمام. حلو. طيب بعد كده. تعال بقى. انت قلت ليه مش شوية من معلومة كده? ان انا كل ما كارية اوبشيكت. تركز في دي. كل ما كارية اوبشيكت. الكنستركتر. يشتغل. صح? مش قلت تامين شوية? هنكر ليه? طيب. ما تيجي ناكد كلامنا دوت. انا مش واسق فيك. دعا ناكدها بالكود. يعني اكدها بالكود. هنعمل حاجة اسمها. هنعد يا عم هنعد خلاص. العدد بتاعت ايه? بتاعت كلاس. ايه ده هو هنفع? ها المشكلة عادي. تعاني نشوف كده. كلاس اسمه. ماشي يا عم هاضر. بس بس حطي جواه كده قد تليد كاونت بيساوي سفر. ايه ده? متغيل عادي. متغيس اسمه كاونت. ها? بني دينه الو اللي هو في سفر. حلو? خشي بعض من مستطور. ها? دف اندرا سكور اندرا سكور انت. اندرا سكور اندرا سكور وبينقصين سلف. حلو? ماشي. هو نحطه جواه بقى بقى بص. خود بالك. استودينت دوت كاونت. الكلاس. دوت كاونت. البايروس بتاعه. بيساوي. استودينت دوت كاونت زائد واحد. يعني ايه يعني ايه? يعني ايه؟ يعني كل ما كريت لي. كل ما كريت لي. يزود واحد. دي معناها كده. عداد بتاع بتاع الكلاس. يساوي. يعني كل ما كريت حاجة يزود واحد. يزود ايه? يزود واحد. حلو. تعال نشوف الحوار ده كده. بيساوي. ادي عم اول الوبشكت. تاني. اه. هتقول لي ايه ده ايه? ده كتب وما كتبش جوةها برامتر ايوة يا ريس. ما هو اصلا فوق لما تركز كده مافيش غير مافيش برامتر. يبقى عادي بيساوي شكرا. كده عمل ايه? عمل من من الكلاس اللي فوق اللي اسمه ايه student حلو قوي print بقى يلا اطبع لي print جملة ناصية the number of students وهاتلي student dot count student dot count خلاص هنا بقى هيعمل هنا بقى هنا يعني ايه يعني اول من كريت كل object من كلاس الكروستركتور بيتنده عليه automatic فابدأ اعد بقى هيتنده كم مرة هيتنده ثلاث مرات فهيقول لي the number of students كما جمعه هيقول لي لان الكروستركتور اتنده عليه مرة او تنفس مرة واتنين وثلاثة بقى كده اثبتنا يا جماعة كده اثبتنا ان الكروستركتور بيتنده عليه كل ما الobject بيتكاريت خلاص وهو اللي بيساهم في بناء الobject شكاس ما خلاص يعني اللي هو اداة بناء اداة بناء ليه لان فيها الاتريبيوتز ها بتاعة اللي الobject بيستخدمها بعدين هو ده معنى ايه معنى الكروستركتور اكي يا جماعة طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة